اهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني نتوقف عند تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضبابية حول الاسد وبديله حيث قال انه لا يرى اي بديل شرعيا لرئيس النظام بشر الاسد وان الاسد عدو للشعب السوري لا فرنسا وان اولوية باريس هي الالتزام التام بمحاربة الجماعة الارهابية وضمان ان لا تصبح سوريا دولة فاشلة على حد تعبيره التفاصيل في تقرير محمد الدغير من بلد ارتبط اسمها بالحريات وحقوق الانسان من جمهورية تحمل الشعارات الثلاثة الحرية والاخاء والمساواة يطل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليقول انه لا يرى اي بديل شرعيا لرئيس النظام بشار الاسد وانه لم يعد يعتبر رحله شرطا مسبقا لحل الازمة السورية وان الاسد عدو للشعب السوري لا لفرنسا وما يهم الاخيرة الان محاربة الارهاب وضمان ان لا تصبح سوريا دولة فاشلة ماكرون المرشح الوسطي الذي تنفس السوريون الصعداء بعد فوزه على منافسته ماري لوبين اليمينية المتطرفة المؤيدة للاسد ينقلب بشكل مفاجئ لا على رؤيته فحسب بل على السياسة الفرنسية التي اتبعها اسلافه اتجاه الملف السورية وفيما حلل البعض هذه التصريحات بالانقلاب في الموقف الفرنسي والانضمام الى جوقة العازفين على منوال الاسد يراها اخرون خطوة مطلوبة تمهيدا لتحرك فرنسي واسع محتمل حول سوريا حيث تحدثت صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن دبلوماسيين قبل اسابيع ان باريس تعمل حاليا على بلورة مبادرة سياسية دبلوماسية لتسوية الملف السورية حيث نقلت مصادر دبلوماسية ان فرنسا تكثف اتصالاتها مع الروس والامريكيين وبلتان عربية وغربية حول هذا الموضوع ومع ان المبادرة لم تنضج بعد الا ان مؤشراتها بدأت بعد لقاء ماكرون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس وكذلك مع المنصق العام للهيئة العليا للمعارضة رياض حجابة وقول ماكرون استعداده التحور مع ممثلين عن النظام ربما يحاول ماكرون ان يلعب دورا وسطيا في الملف السوري تماما كما لعب هذا الدور بالانتخابات التي اوصلته لحكم فرنسا اجدد الترحيب بضيوفنا الدكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدولية معنا من باريس اهلا بك من جديد الدكتور ردوان زيادة كبير الباحثين في المركز العربي في واشنطن من واشنطن اهلا من جديد والاستاذ فؤاد عليكو عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني من اسطنبول اهلا بك من جديد دكتور خطار ابو دياب هل نحن اليوم امام ماكرون الرئيس وليس ماكرون المرشح للرئاسة هل هذا هو تغير ام انقلاب كما رأه البعض في الموقف الفرنسي تجاه الازمة في سوريا نعم انه اقل من انقلاب ولكنه اكثر من تغير دوما عند انتقال السلطات تحدث صدمات او مفاجآت من هذا النوع في الماضي ما بين جاك شراك ونيكولا ساركوزي حدث ذلك بعد اغطيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبرغم كل السجلات الصعبة قام السيد ساركوزي باستقبال بشار الاسد في جدة الاليزي ويومها حضر العرض العسكري الذاكرة الفرنسية اذا تبقى مثقلة ولكن هذه المرة ايضا يتم تصوير بشار الاسد على انه فقط عدو الشعب السوري وهذا فيه نوع من نسيان كل مقيل حتى ما قاله المرشح ماكرون نفسه عند ضرب خان شيخون هل اقنعه السيد بوتين هل هو يقوم بمراجعة هذه المراجعة اذا كان يريد المسألة الادوار لا تعطى الادوار لا تستجدى الادوار تنتزع هو كان قد تكلم عن خط احمر في الكيميائي شي جيد جدا ولكن في نفس الوقت عطل كل هذا الكلام عن خط الاحمر بهذا الانفتاح الغير مبرر واعتقد الذي اتى في غير وقته والذي كان من المبكر قبل الدراسة والتقييم الفعلي للموقف في سوريا من الوصول اليه اظن انه في العجلة الندامة هذا ما ينطبق على الرئيس الفرنسي الجديد دكتور ردوان زيادة هذا التصريح الضبابي لامانويل ماكرون فتح المجال للعديد من الاحتمالات منها هل تتجه فرنسا الى النهج او الخط الروسي في معالجة الازمة السورية ام هي كما قال البعض هي محاولة الميل الى الوسطية بالنسبة للرئيس الفرنسي الجديد ام ماذا انت كيف تفسر هكذا التصريح بكل تأكيد يعني التصريح كان مفاجئا للغاية خاصة مع تصريحات ماكرون عندما كان مرشح نفسه وبالتالي كان يريد ان يميز نفسه عن المرشحة اليمينية المتطرفة لوبان بالتأكيد على الثوابت الفرنسية في الملف السوري ولازلنا الى الان تقريبا الدولة الوحيدة التي وقفت مع ثورة السورية ودعمت المعارضة السورية يعني اول زيارة يقوم فيها اول رئيس للاتلاح بعد ان ينتخب للقاء الرئيس الفرنسي وهذا ما جرى ايضا مع ماكرون نفسه وبالتالي ان تقوم الآن فرنسا بالانعطاف 180 درجة اعتقد يثير الكثير من الشكوك لكن بنفس الوقت الدور الفرنسي في الملف السوري هو محدود للغاية يعني فرنسا لا تستطيع ان تنازع لا الولايات المتحدة ولا روسيا تأثيرهم في سوريا وبالتالي المهم الآن هو عدم تغير في الموقف الامريكي والتغير في الموقف الامريكي الآن يتصاعد الآن المقال اليوم في الواشنطن بوس يتحدث عن ان هناك تأثير توجه امريكي اكثر واكثر باتجاه التخلص من الاسد بعد التخلص من داعش والآن الولايات المتحدة تجد نفسها اكثر واكثر في صدام عسكري وتقريبا هذا هو الموقف العسكريين داخل الادارة الامريكية الذين لا يجدون مبرر في التفرج على الطائرات وهي تقصف المدنيين في سوريا ويكون دورهم فقط هو دور المراقب والمتفرج وبالتالي التغير في الموقف الامريكي هو الاهم لكن الموقف الفرنسي كان بشكل او باخر هو رافعة الموقف الاوروبي وبالتالي على الآن المعارضة السورية ان تعمل وان تزيد تواصلها مع الحكومة الفرنسية الجديدة من اجل تفهم هذه التصريحات الجديدة وما هي مغزاها وما انعكاساتها على الملف السوري سيد فؤاد عليكو طبعا اذا ربطنا او قارمنا تصريحات امانويل ماكرون بتصريحات سيد رياض حجاب طبعا بعد زيارته لفرنسا ولقائه بماكرون والذي قال بان المعارضة السورية اليوم تعيش اسوأ اوضاعها حتى انه ذهب الى انها مشتتة غير مؤهلة لقيادة المرحلة يعني وفق هذا لماذا المعارضة السورية اليوم تنصدم من هكذا موقف لماكرون قال بان لم يكن بان الاسد شرعي ولكنه قال لا يوجد بديل شرعي لبشار الاسد في هذه المرحلة نعم هناك عدة ملاحظات حتى الان لا نستطيع ان نقول ان هذه التصريحات سوف يؤدي الى تغيير جذري بالسياسة الفرنسية بزاوية مية وثمانين درجة ونحن نتابع الان عن عن قرب ما يحصل داخل الارويقة السياسة الفرنسية وسفيرنا الدكتور نزر ماخوس يتابع الوضع عن كثب هناك اضافة الى النقطة هناك نقطة جوهرية تطرق اليها الدكتور ديام خطر وهي ان فرنسا معروفة لكل السياسيين والمهتمين بحقوق الانسان معروفة عالميا بانها هي منبع الفكر الانساني وعندما يستخدم ماكرون تعبير النظام ليس عدوة لفرنسا وانما عدو للشعب السوري هذا يعني نظرة مكيافلية غير اخلاقية حقيقة لو استطعنا ان نسقط هذا الموقف على تشاد وراوندا معنى ذلك ان تدخل الفرنسي لم يكن لأسباب انسانية ولذلك اذا تخلت فرنسا عن قيمها الاساسية في مناصرة القضايا الانسانية سوف لن يكون لها دور مؤثر على الساحة الدولية وكما تفضلتم ماكرون من خلال حملته الانتخابية كان يركز على هذه القيم وصوت له الشعب الفرنسي لانما وجدوا في ماكرون بالحفاظ على قيم الثورة الفرنسية اما حديثك عن لا يوجد بديل هل عندما احتل النازيون فرنسا وفرضوا حكومة فيشي على الشعب الفرنسي هل كان يوجد بديل هناك ام ان القوى الحلفاء بحثوا عن بديل واوجدوا ديقول واعتبروه بديلا واصبح ديقول حليفا للحلفاء وطردوا فيشي نحن لدينا البديل تعلمون ان الاتلاف تشكل بارادة امريكية بريطانية اوروبية فرنسية تحديدا فرنسا كان الدولة الاقوى او الاكثر تعبيرا عن صداقتها للشعب السوري وتشكل الاتلاف 2013 وحازة بس دقيقة نعم انت ركزت كثيرا على تصريح ماكرون وابعاده ولكن لم تركز معي على نقطة تصريح السيد رياض حجاب قال بان المعارضة مشتتة وفي اسوأ حالاتها وغير مؤهلة لقيادة المرحلة يعني وماكرون يعني حينما زارة رياض حجاب فرنسا ماكرون ابدى دعما كبيرا للمعارضة السورية اعتقد الدكتور رياض حجاب متأثر بالوضع الحالي تمر بها المعارضة وتخلي اصدقاء سوريا عن الشعب السوري وهذه اللغة فيها نوع من الاحباط ولكن هذا الاحباط لن يؤدي الا الا الى تقييم المرحلة من جديد والانطلاق من جديد استطيع القول لا يوجد اي حل في سوريا من يفكر بتأهيل النظام وعودة بشار اسد ليحكم الشعب السوري اذا اراد المجتمع الدولي ان يقوم بحل الازمة السورية عليهم ان يفكروا اولا بابعاد رأس النظام وجميع زمره الملطخة ايادهم بالدماء وإلا ستستمر الازمة السورية من خلال المجتمع الدولي لم يتبقى لدي الكثير من الوقت عذرني سيد عليكم على المقاطعة دكتور خطار ابو ديابي يعني الحل بالنسبة للازمة السورية بمبادرة دولية يعني تم الحديث عن مبادرة فرنسية حول سوريا بمشاركة الروس والامريكيين ودول عربية ودول غربية هل تصريح مكرون اليوم يدخل هذه المبادرة طبعا لم تنضج هل تصريح مكرون اليوم يدخل ضمن هذا الاطار لبناء ارضية لتشكيل ارضية من اجل هذه المبادرة بالطبع يحاول مكرون الذي اهمله الامريكان حول الملف السوري يحاول مغازلة الموقف الروسي او الانحراف نحو الموقف الروسي عله يضع قدمه في الملف السوري هذا هو الرهان من هنا اتت هذه التصريحات المفاجئة هذا اذا كانت ان في السياسة ليس هناك نواية سليمة او غير سليمة عمليا اقول الآن مع الاسف الميدان هو الذي يقرر عندما نسمع اليوم ماذا يقول الجانب التركي عن احتمال الوصول الى ادلب ونشر قوات في اماكن اخرى نفهم جيدا ان الكل يفكر الآن بالانتقال السياسي لكن نعم في لحظة ما الموضوع برأيي سيحال الى الاجتماع المنتظر ما بين ترامب وبوتين على هامش كمة العشرين في شهر يوليو القادم في هامبورغ اظن ان الدور الفرنسي يمكن ان يعاد تقييم هذا الدور واضن على ان من تبقى من اصدقاء لسوريا في الدول العربية وايضا من المعارضات السورية عليهم ايضا ان يعملوا بلا كلل ولا ملل من اجل شرح قضيتهم والقول انه لو سلمنا عمليا ببقاء الاسد هذا لا يعني امكانية الحل في سوريا تأهيل الاسد يعني انا برأيي الاسد يبقى مع الحلقة الاولى وكل حلقات المجرمين جزءا من المشكلة ولا يمكن ان يكون جزءا من الحل مهما كانت هناك معايير الدولة الفاشلة وكل هذه المخاطر اصلا الكل يلعب على الكلام الكل دمر سوريا الكل حولها دولة فاشلة والكل ترك شعبها يطبح او يهجر دكتور ردوان زيادة هل اليوم ترى انت بان الفرنسيين والاوروبيين عموما يعني يحاولون استغلال هذا التردد او هذا الضعف الامريكي بالنسبة للملف السوري وحتى انه يعد تراجع بالنسبة للكثيرين هل يستغلونه بهذه المبادرة وخاصة من ناحية مشاركة الروس فيها للأسف الموقف الاوروبي يتبع الموقف الامريكي تماما بمعنى التركيز في القضاء العولوي الداعش ونسيان قضية الانتقال والحل السياسي وبالتالي ليس هناك تمايز في الموقف الامريكي واعتقد ان البريطانيا مجغولة بشكل كلي في البريكزيت وفي الخروج من الاتحاد الاوروبي الان فرنسا تجد قيادة جديدة تبحث عن دور داخلي وخارجي والمانيا بشكل او باخر على مدى التاريخ سياستها كانت فقط على المستوى الاقتصادي وبالتالي غياب القيادة الاوروبية هي جعل المسألة السورية هي مسألة بين القطب الروسي والامريكي الولايات المتحدة الان مع ادارة ترامب تركيزها ايضا داخلي جعل امريكا عظيمة مرة اخرى وبالتالي كانت سوريا بشكل او باخر وهذا ما نشرت في بحثي اليوم ان سوريا تحولت الى ضحية للصراعات الاقليمية والدولية الان الملف السوري حتى على ثقل بما فيه ملف اللاجئين والازمات الانسانية بما فيه قضية الانتقال السياسي او حتى التخلص من داعش تقريبا لا يحتل اولوية بالنسبة لمجتمع الدولي واعتقد ان السوريون بشكل او باخر سوف يارثون تركة ثقيلة اكثر بكثير من قدرتهم على تحملها او التعامل معها شكرا جزيلا لك دكتور ردوان زيادة كبير الباحثين في المركز العربي في واشنطن من واشنطن شكرا جزيلا للدكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدولية من باريس وشكرا للأستاذ فؤاد عليك عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني من اسطنبول وطبعا نتمنى لكم فطر مبارك وعيد سعيد وايضا لكم مشاهدين الكرام كل عام وانتم بخير من كامل فريقة تفاصيل الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة